موسيقى شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات بوستورك 2022 العسكرية واسعة النطاق التي تنظمها روسيا بمشاركة عدة دول كانت المناورات قد انطلقت في الأول من سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى غد الأربعاء في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي وقبال تسواحي الروسيا الشرقية ويشارك في المناورات أكثر من خمسين ألف جندي فضلا عن خمسة ألاف وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة وفقا لما أعلنته موسكو وتشمل الدول المشاركة عددا من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهن والصين وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب بالموقف الإيجابي ووصف بيسكوف فكرة أن بلاده دولة راعية للإرهاب بالأمر الشنيع معربا عن ارتياحه لموقف واشنطن وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أمس أنه لا يجب تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أنه سينشر اليوم تقريرا عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا كان وفد من الوكالة قد زار المحطة يوم الأربعاء الماضي وقال جروسي أنه تم انتهاك سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا عدة مرات وأن وفدا من الوكالة سيبقى لتقييم الأضرار في المحطة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن انقطاعا جديدا لطيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية على بعد خطوة أو خطوة من كارثة إشعاعية وألقى زيلنسكي اللوم على تددد القصف الروسي على المحطة هذا وتبدلت موسكو وكيف الاتهمات بقصف المحطة وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الزرية أن خط القهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة موسيقى